بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وزير التعليم لو مش عايز تمتحن فده قرارك لسه حالا على موقع اليوم السابع تصريح جديد من وزير التربية والتعليم تابع معايا الفيديو للنهاية عشان تعرف تفاصيل الخبر ولكن ما تستاش تعمل لايك للفيديو ولسه ما اشتركتش اشترك في القناة عشان تابع معانا كل جديد وزير التربية والتعليم اعلن الانتهاء من جدول امتحانات الصف الاول والثاني السانوي خلص الجدول بتاعه هيتدو من 27 فبراير لحد 9 مارس الترم التاني هيكون على 3 مراحل في المنزل خلي بالكم الجزئية دي تترم التاني هيكون على 3 مراحل في المنزل وده عشان يتم التفرغ للشهادات العامة الكلام ده هجيه خلال لقاء وزير التربية والتعليم بلجنة التعليم بمجلس النواب اليوم وقال الوزير انتهينا من جداول النقل وتتعلن خلال ايام ومن يريد عدم دخول الامتحانات فده قراره الجداول هتنزل خلال ايام ان شاء الله واللي مش عايز يخش الامتحانات فده القرار بتاعه ويرجع له هو والمطلوب ان يقدم اقرار وجميع الخيارات متاحة لكن لا يمكن ان افرد رأي واحد على 20 مليون وتابع وزير التربية والتعليم قال المنصة وقناة مدرستنا وحساس مصر بيشرف عليها محترفين وتم تصوير افلام واضاءة وشغل محترفين ومكتبة زاكر مهمة وفيه قنوات تعليمية تلفزيونية وكتب الكترونية وقال ان التلاميذ من اول رابعة ابتدائي لحد السنوية العامة لابد ان يكون لديهم وسيلة الكترونية وفي النهاية بيقولك رئيس مجلس النواب احل بيان وزير التعليم اللي عرضه امام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 20 يناير الى لجنة التعليم علشان يعمل تقرير عنه ويعرض بالجلسة العامة اكد وزير التربية والتعليم في بيانه امام الجلسة العامة ان نظام الامتحانات للسنوية العامة بيعتمد على نظام الالكتروني وده هيمنع شاومج وهيمنع التسريبات وان الامتحان هيتعد في خمس ثواني قبل موعد الامتحان مباشرة ولن يستطيع احد معرفته ولا حتى انا ولا اي حد من زملائي المهم ان كده هو بيأكد ان انت لو مش عايز تروح الامتحان فده قرارك بس لازم بتقدم اقرار وعندك الخيارات كلها متاحة